السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المتابعين اليوم درس جديد خاص في كورس البي أل سي المستوى الثالث باستخدام بي أل سي أسفن أكويتين من شركة سيمز وأيضا راح نستخدم في هذا الدرس برنامج الفكتر آيو حتى نشرح بعض الأدوات اللي موجودة ضمن برنامج تي بورتل ونطبقها بشكل أكثر وضوحا باستخدام برنامج الفكتر آيو طبعا برنامج الفكتر آيو شرحناه في أكثر من مستوى المستوى الأول هو خاص بربطه مع بي أل سي أسفن ميتين من شركة سيمز وأيضا المستوى الثاني وهو الأهم شرحنا في البرنامج وكيفية ربطه مع برنامج تي بورتل باستخدام بي أل سي الأسفن ألف وميتين باعتبار أنه بي أل سي الألف وميتين هو الأكثر انتشارا وأكثر شيوعا وأيضا هو موديول جديد وحديث يعني لأغلب المكائن الصناعية مستخدمة هذا النوع وأيضا يختلف عن الميتين باعتبار أنه الميتين توقفت شركة سيمز عن انتاجه فالعوض عنه هو بي أل سي أسفن ألف وميتين فحبينا نربطه مع ماكنة معينة موجودة ضمن برنامج الفكتر آيو طبعا هذه الماكنة هي بسيطة العمل هي عبارة عن ناقلين هذا الناقل الأول وهذا الناقل الثاني أوكي الناقل الأول والناقل الثاني هو عبارة عن نواقل لكن التغير يكون عن طريق انفيرتر يعني يكون أنت تتحكم في سرعة الناقل الأول والناقل الثاني وليس إما أون أو أوف لازم أنت تتحكم في السرعة فالسرعة راح يتم التحكم فيها من خلال هذا المقاومة المتغيرة طبعا هذه المقاومة المتغيرة بشكل عملي مربوطة مع VFD أوكي أو انفيرتر هذا ال VFD هو اللي راح يتحكم لك في سرعة الناقل الأول والناقل الثاني باعتبار عندي حاليا مقاومة متغيرة وأريد أتحكم في النواقل أوكي في سرعة هذا النواقل أوكي في عندي هذه المقاومة المتغيرة هي عبارة عن معتبرها يعني داخل برنامج الفكتر آيو هي عبارة عن كأنما أنالوج أمبوت أوكي تعطي من صفر إلى عشرة فولت أوكي هذه المقاومة المتغيرة لو نذهب عليها هي موجودة ضمن متغير ال IW30 أوكي IW30 أما الانفيرتر الأول هو مربوط على ال QW30 والانفيرتر الثاني أو الناقل الثاني هو مربوط على ال QW32 باعتبار هي مخارج كأوتبوت فمربوط على ال QW أما الانالوج أمبوت يربط على المتغير من نوع IW لأن باعتبار هو من نوع الانالوج اللي هو رح يمثل هذه المقاومة المتغيرة طبعا لو نلاحظوا أن هذه المقاومة المتغيرة هذه نضغط على الاسم التاغ الخاص فيها رح تظهر في الأعلى لو نلاحظ النوع على قيمة هي من صفر إلى عشرة بالنسبة لهذه القيم رح نتحكم فيها باستخدام PLC 1200 فضفنا PLC مثل ما تعلمنا في الدروس الماضية كتبت الكود باعتبار أنه ال Start وال Stop ال Start هو للتشغيل وال Stop للأطفاء عملت Set لل Start Lite طبعا ال Start Lite هو موجود على البانال هو اللي يعطي الضوء الأخضر لهذه القيم طبعا إذا اشتغل هذي من رح يشتغل هذي رح بنفس الوقت رح يشغل ال M0.0 هذي اللي موجودة بالأعلى يعني يعمل الهسيت أو ريسيت من خلال ال Start وال Stop ال M0.0 شغلت بها دالة Normalize وال Scale X Normalize وال Scale X شرحناها في دارس مفصل هي عبارة عن دوال حتى تقرأ إشارة ال Analog إشارة ال Analog Onput هي ال Bover أو المقاومة المتغيرة ال IW 30 من 0 إلى 27648 شرحنا كل هذي الأمور بموضوع إشارات ال Analog ودالة Normalize وال Scale X بالنسبة للمخرج الخاص بدالة Normalize رح يكون من 0 إلى 1 ويخزن في ال Md 200 بعد ذلك أخذت Md 200 وأدخلت ضمن اللي هي دالة ثانية تسمى دالة Scale X حتى يحاكي أو يخرج لي إشارة حسب اللي أريدها من 0 إلى 1 رح يعطيك على اعتبار أنه أخذتها 13000 كقيمة أنت بالإمكان أن تكتبها نفس هذه الحالة 27000 ما في أي مشكلة يعني حتى أحاكي ال Analog Output ال Analog Output اللي هو يمثل ال Inverter لكن في الواقع رح يتم ربطها بشكل مباشر لكن بما أنه حاليا ما في عندي انفيرتر يعني كأنما بشكل محاكات أو بشكل يعني مع الفكتر آيو فيضطر أنه أستخدم هذه القهم بعد ذلك أخذت ال Md عفوا رح يعملها Scale X ويخزنها في ال Md 200 و 4 ال 204 حتى تحولها إلى قراءة الانفيرتر اللي هو ال Pover Conver اللي هو الناقل الأول حولتها من Real إلى Integer لأن ال QW هي من نوع انتجر وال Md هي من نوع Real فلازم أحول استخدمت دالة ال Conver بنفس الوقت استخدمت دالة الضرب حتى يعني هذه القراءة بدل ما أستخدم Normalize ثاني أخذتها بشكل افتراضي اعتبرت أنه الناقل الأول هو ضعف سرعة الناقل أو الناقل الثاني هو ضعف سرعة الناقل الأول يعني إذا كانت السرعة مثل 25 هذا التردد رح يكون 50 فضربته في 2 أوكي خزنته في النقل الثاني بعد ذلك في عندي هو الفكرة أنه القطع ما رح تكون على النقل الأول تصل إلى هذا الحد بعد تفتح هذه الشفرة هذه الشفرة بهذه الطريقة بهذه الطريقة أوكي تفتح الشفرة تنزل وبعد تخرج البوكس إلى النقل الثاني هذه الفكرة من الفكرة من هذه الماكنة أوكي بعد ذلك أنه من تكون القطعة أمام الحساس أوكي من عفوا من يشتغل يعني من أشغل في البداية يخزن في الـ M0.0 رح شو رح يعمل رح يعمل يرفع الشفرة إلى الأعلى حتى تنزل الشفرة ويعبر الناقل في عندي حساس اللي هو الآت بفر اكزيت هذا الآت بفر بفر اكزيت أوكي هذا شو رح يعمل الآت بفر اكزيت عفوا هذه الآت بفر اكزيت رح يستعمل ريسيت أوكي ريسيت للستوب آآ بليد أوكي بعد ذاك حتى إذا عبرت المادة أو عبرت القطعة إلى النقل الثاني حتى ترجع الشفرة إلى إلى وضع الطبيعي في حالة السيت استخدمت الآت بفر اكزيت لكن في البوزيتف أوكي هذه البوزيتف بما أنه هو نورمال كلوز هذا هذا الحساس هو نورمال كلوز مثل ما نلاحظ أوكي فنستخدم البوزيتف حتى إلى أن تعبر المادة حتى يصعد أوكي راح نجرب هذا المثال طبعا بسيط جدا راح أعمل داول لود طبعا في البداية لازم يكون شغل المحاكي لود فنش أوكي بحث هالك شو راح أعمل راح أشغل أوكي مثل ما نلاحظ شغل حاليا هذه الماكنة هاليا راح أشغل ما راح يشتغل أي شي ما ما بيشتغل أي شي السبب لأن لي حد الآن ما محدد سرعة الناقل راح أعطي سرعة لها على التعيين كما نلاحظ هذا أصبح ضعف لو تلاحظ ضعف في هذه الطريقة تمام أنت بالإمكان أنه تحسب عدد القطع من خلال آت إكزيت هذا الحساس عدد القطع وبعد ذلك تستخدم هذا من كاونتر ضمن الكود في هذا الكود أضيف كاونتر دالة الكاونتر أب بهذه الطريقة الكاونتر هذا تستخدم اللي يتحكم في الكاونتر هو الحساس اللي آت إكزيت أوكي بعدها بالإمكان أنه تعرض القيمة على هذه الشاشة أوكي على دالة الكاونتر طبعا الكاونتر أو الكاونتر راح مستخدم الكيو دابليو ثلاثين فأنت بالإمكان ناتج الكاونتر تنقله ضمن متغير اسمه كيو دابليو عفوا أربعة وثلاثين أربعة وثلاثين هذا أوكي إن شاء الله يكون المثال واضح فقط للتوضيح وإذا نرجع على الكود هذا مثال فقط بسيط جدا وبالإمكان أنه تطبقوا وتستفادون من الأدوات طبعا إذا رستت طبعا مثل ما نعرف أنه الدوال هذه من تعمل إطفاء أوكي شو راح تعمل راح توقع مخزون القيمة بداخلها آخر قيمة أنت خازينة فحتى أتجنب هذا الشي بحيث من أعمل إطفاء يعمل يعني أيضا بنفس الوقت فاستخدمت من أعمل stop راح في عندي دالة النوت هذي النوت عكس أوكي عكس القيمة يعني من يعمل stop هذي راح تشتغل هذي الدالتين أوكي فالدالة هذي والدالة هذي راح تنقل قيمة 0 إلى الـ 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 الخاصة فيه لذلك شوف لو تلاحظ عمل stop stop شورا لو أنتقل إلى الكود لو تلاحظ اشتغلت عندي هذه الدوال الخاصة بالموف تمام ونقلت قيمة 0 إلى هذه الدوال QW32 QW30 وكذلك MD4 و MD هذه أوكي فأنت بالإمكان تبرمجها في عدة طرق لكن هذه فقط للتوضيح استخدمنا فيها مجموعة من الأدوات اللي شرحناها خلال كورس بي أل سي المستوى الثالث إذا لحد الآن التابع الفيديو الرجاع عمل لايك للفيديو وأيضا بالإمكان دعم القناة ماديا من خلال ميزة ثانكس أو شكرا الموجودة أسفل هذا الفيديو من أجل الاستمرار في تطوير المحتوى التعليم الخاص في القناة إلى هنا نصل وإياكم إلى نهاية هذا الفيديو تقبلوا تحياتي وإلى اللقاء